شفنا في فيديو سابق أحد البروجكترات الموجهة للترفيه أما في هذا الفيديو معايا واحد من أحد البروجكترات المميزة من شركة بينكيو الموجهة لفئة الأعمال بوجه عام فهو أحد البروجكترات الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد التي تدعم الارتباط لاسلكيا مع أجهزة الكمبيوتر والجوال والآيفون والأندرويد وإلى آخره بلاش أطول عليكم خلينا نبدأ الفيديو مع بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم أخوكم محمد حدايدي خليني أبدأ معاكم بمحتويات الصندوق في حالة شراك لهذا الجهاز إيش هتشوف داخل الصندوق في البداية أكيد حيكون البروجكتر بالإضافة إلى ريموت كنترول للتحكم بكامل وظائف الجهاز كذلك عندنا سلك الكهرباء وأيضا كابل الفي جي اي الخاص بالشاشات كذلك دليل التشغيل السريع وكرت الضمن وخلينا نشوف الآن تصميم الجهاز مداخل مخارج الجهاز الأزرير إيش هو الجهاز من برة يأتي الجهاز باللون الأبيض بالكامل ومن الأمام العدسة الكبيرة وهي مصدر الإضاءة وبنسبة سطوع 3300 وبدقة 1024 في 768 بيكسل وبمعدل تباين 20 ألف على واحد تعطيك ألوان واضحة جدا وجميلة وزن الجهاز تقريبا 2.5 كيلو ومزود بقواعد من الأسفل للتحكم بالارتفاع وكذلك مجهز للتركيب على أي قاعدة أو استان أما من الأعلى فسطح الجهاز مقاوم لبصمات الأصابع وبه إزرار التحكم والتي تقدر تستغني عنها بالريموت أو من خلال التطبيق المتوفر على أجهزة الآيفون والأندرويد للتحكم في الجهاز أما من الجوانب مزود الجهاز بمراوح للتبريد وكذلك مستشعر مضاد لتراكم الغبار والسبيكر 2 واط مداخل هذا الجهاز صراحة مداخل كثير مرة يعني أنا ما قد شفتها في أي بروجيكتر يكي يدعم الوايرلس أو الشبكات اللاسلكية فعندنا من الجانب الأيمن من الخلف 2 USB Type A بالإضافة إلى من USB Type B بالإضافة إلى مدخل سلك الشبكة اللي هو اللان كذلك مدخل HDMI ومدخل للكمبيوتر وعندك مدخنين للشاشات الان والاوت ومداخل الصوت الثلاثة ونص أيضا ان واوت وأخيرا مدخل الطاقة خلينا نشوف إمكانيات الجهاز من الداخل عند شغيلك للجهاز كيف الصورة كيف الرؤية إيش الإعدادات ومبدئيا الجهاز يدعم لغات جدا كثير وأهمها اللغة العربية من أهم مميزاته أنك تقدر تشبك عليه جوالك الآيفون أو الآيباد أو جهازك الأندرويد أو جهازك الكمبيوتر لا سلكيا وبتعرض أي شيء بداخل هذه الأجهزة من خلال البروجيكتر على الحائط أو اللوحة أو الوسيلة أو اللي يكون بكل سهولة يعني فكرة بروجيكترات زمان أنك تجيب لابتوب أو كمبيوتر وتوصله بالسلك وتستعرض بالفارة انتهت الآن أمسك جوالك أو أيبادك واستعرض اللي تبغاه بكل سهولة ما أنت حابب وحابب الطريقة القديمة ما زالت موجودة تقدر تشبك عن طريق الـ VGA أو تقدر تشبك عن طريق الـ HDMI أي جهاز إن كان حتى لو بليستيشن إكس بوكس لابتوب كمبيوتر محمول أو كمبيوتر مكتبي ماك ويندوز أي جهاز عن طريق وسط الـ HDMI أيضا تقدر تنقل كامل الصورة بكل سهولة تقدر كذلك تستعرض بدون كمبيوترات بدون جوالات بدون أي شيء عن طريق مدخل الـ Type A الـ USB تحط مثلا فيلم أي شيء على USB فلاش عادي جدا أو هارد ديسك وتقدر تشغله عن طريق هذا البروجيكتر بكل سهولة كذلك البروجيكتر فيه ميزة جدا رهيبة يدعم الارتباط مع لوحة مفاتيح وماوس فارة عن طريق الـ ProTooth لاسلكيا أيضا وهذا حيفيدك لأن البروجيكتر فيه متصفح الفاير فوكس متصفح عادي جدا تقدر تتصفح مواقع الانترنت بكل سهولة أيضا يدعم هذا البروجيكتر أنك تقدر تشبك عليه كاميرا تويب فإيش حتفيدك حتفيدك لأنه تقدر تحمل عليه مثلا برنامج زوم تحضر اجتماعاتك تسوي مؤتمراتك بكل سهولة وتظهر ولك إنك على بروجيكتر أساسا بالإضافة إلى المميزات الاحتيادية اللي شفناها في أكثر من بروجيكتر من بروجيكترات بينكيو أنك تقدر تحمل النيتفليكس اليوتيوب وتتفرج على فيديوهاتك وأفلامك أيضا بكل سهولة رابط الشركة الرسمي حيكون موجود بصندوق الوصف أسفل الفيديو إن شاء الله يكون أعطيتك فكرة عامة عن الجهاز وفتك له بمعلومة بسيطة يعطيكم ألف عافلة لا تنسونا ملاك وسبسكرايب في القناة وفي أمال الله